كما تشاهدون فهذا أقوى سائل تلحيم قمنا بصناعته وسوف نقوم بتجربته أمامكم المعروف أن هذه البطاريات الليثوم يصعب جدا تلحيمها بواسطة الكاوية العادية لأنها تحتاج إلى ويلدينج ماشين لأن اللحم ينتزع بها بسهولة كما تشاهدون لكن مع هذا السائل الذي صنعناه سائل التلحيم سوف نضيف قطرة صغيرة فقط على هذه البطارية وسوف ترون النتيجة بأنفسكم يعني ها هو أضفنا اللحام عليه وها هو يصعب انتزعه لأنه ملتسق بشكل جيد جدا ويصعب انتزعه أترككم مع الطريقة السلام عليكم أحبابي إذن سوف نحتاج في صناعة هذا السائل إلى حمض النيتريك وإلى كوب من الزجاج أؤكد كوب من الزجاج وليس من البلاستيك وهذا هو حمض النيتريك أو كما يسمى ماء القاطع أو كما يسميه البعض أيضا ماء النار إذن هذا هو إذن هيا بنا لكن قبل أن نبدأ سوف نحتاج إلى القفزات فهي ضرورية في هذه العملية سوف نأخذ هذا الحمض ونضع القليل في كوب من الزجاج أؤكد من الزجاج ثم نحتاج إلى مكون تاني وهو الزنك الذي سوف نستخرجه من هذه البطاريات فهو موجود فيها بكمية كبيرة سوف نقوم بإزالة يعني آآ الغطاء الخارجي لهذه البطارية بهذا الشكل كما سوف تشاهدون سوف نزيل هذا الغطاء الخارجي سيظهر لنا معدن الزنك فهذه البطارية يعني مكونة آآ من معدن الزنك وهذا هو معدن الزنك ها هو سوف نحتاج إلى قطع أو شرائح من هذا المعدن كما تشاهدون فهذه الكمية كافية لصناعة كمية كبيرة من هذا السائل بعد ذلك سوف نحذر الحمض ونضيف عليه الزنك لكن قبل ذلك أؤكد سوف نحتاج أيضا إلى هذه الكمامة لأنه أثناء إضافة هذا الزنك وكذلك النظارات لأنه كما قلت أثناء إضافة هذا الزنك سوف ينتج لنا غازات كما تشاهدون وهي يعني سامة وأنصح باستخدام هذه الطريقة في مكان خارجي وأن لا نستخدم هذه الطريقة في مكان مغلق فأنا سوف أستعمل هذه الطريقة في السطح كما تشاهدون ونضيف هذه الشرائح إلى هذا الحمض قطعة وراء قطعة وكما تشاهدون فأن الزنك يتفاعل مع هذا الحمض نقوم بإضافة قطعة وراء قطعة وكما تشاهدون هنا حينما يصبح بهذا الشكل يكون الحمض قد فقد حموضته بنسبة كبيرة وأصبح مشبع بمعدن الزنك ثم نتركه قليلا حتى يهدأ السائل بعد ذلك نحضر كوب آخر من الزجاج ونقوم بتصفية هذا السائل أو هذا الحمض بمنديل ورقي بهذا الشكل كما تشاهدون نقوم بتصفيته من قطع الزنك حتى يعني يصبح لونه مثل الماء تقريبا ثم نحضر قرورة صغيرة ونقوم بملئها من هذا السائل بواسطة إبرة بهذا الشكل نقوم بملء قرورتنا بهذا السائل وهي القرورة نقوم بإضافة هذا الملسق على القرورة كي نتذكره وهي بني كي نقوم بتجربة هذا السائل إذن أحبابي الآن سوف نقوم بتجربة هذا السائل على هذه البطاريات الليثوم والتي كما قلت فإنه يصعب تلحيمها بواسطة الكوية العادية كما سوف تشاهدون سوف نقوم بالتجربة أمامكم يعني ينتزع اللحام بسهولة جدا لكن بعد أن نضيف هذا السائل الذي صنعناه فقط قطرة صغيرة منه سوف تفي بالغرض وسوف تشاهدون بأعينكم يعني يقوم بلسقه بيعني جيدا جدا ولا يمكن نزعه الآن سوف نقوم بلسق هذا الكبل مع هذه البطارية بهذا الشكل وها هو يعني هذه الطريقة صعبة جدا بواسطة الكوية لكن مع ذلك شاهدوا قوته قمنا بلسق هذا الكبل نزعناه بصعوبة جدا إذن فهذا السائل قوي جدا ويصلح من أجل تلحيم الكبل مع هذه البطارية المعروفة بصعوبة تلحيمها سوف نقوم بتجربته مع هذا المعدن أيضا الألمينيوم كما تشاهدون يعني معروف أنه يصعوب تلحيم هذا المعدن وينتزع بسهولة هذا اللحام شاهدوا قمنا بنزعه بسهولة لكن شاهدوا بعد أن نضيف قطرة صغيرة من هذا السائل فسوف يلتسق اللحام بشكل عجيب جدا يعني سائل قوي جدا من أجل تلحيم أشياء سوف يسهل علينا كثير من العمل شاهدوا بعد أن قمنا بتلحيم هذا المعدن الآن سوف نقوم بمسح باقي السائل وسوف نحاول نزع هذا اللحام بصراحة فهو ملتسق جيد جدا ويصعب نزعه أتمنى أن تكون هذه الفكرة قد نالت إعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي تدعمونا لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرب للقناة واتفع خدمة الجرس علشان يوصل لك كل جديدنا اشتركوا في القناة